نعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القوات المسلحة الى الضرب بيد من حديد للقضاء على يد الارهابيين وملاحقتهم في كل مكان تصريحات المالكي جاءت في بيان نعى فيه قائد الفرقة السابعة الذي استشهد مع مجموعة من ضباط وجنود الجيش خلال اقتحام لمخبأ لتنظيم القاعدة نعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان له قائد الفرقة السابعة اللواء محمد الكروي الذي استشهد مع مجموعة من ضباط وجنود الجيش فيما دعا القوات المسلحة الى الضرب بيد من حديد للقضاء على يد الارهابيين وملاحقتهم في كل مكان تصريحات المالكي جاءت غدا تتعرض قوة من الفرقة السابعة بالجيش فجر امس الى تفجيرات متعاقبة اثناء مداهمتها وقرا تابعا لتنظيم القاعدة في منطقة وادي حوران غربي الانبار ما اصفر عن مقتل ستة عشر عسكري بينهم قائد الفرقة السابعة وثلاثة ضباط كبار واصابت خمسة وثلاثين غالبيته من الجنود الى ذلك وتزامنا مع الحملة الامنية التي اطلقتها الحكومة في عموم البلاد وخصوصا بمدينة الانبار لمطردة المتشددين والتابعين لتنظيم القاعدة اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد ان قوة من استغبارات الفوج الثاني اللواء العاشر التابع لقيادة حرس حدود المنطقة الثالثة تمكنت بعد ورود معلومات استغباراتية دقيقة من ضبط ستين كيلو جراما من مادة سي فور شديدة الانفجار ملقى على الحدود العراقية الايرانية ضمن منطقة الفكة شرقي محافظة ميسان مضيفا انه تم نقل المواد المتفجرة الى مكان امن تمهيدا لاتلافها